اشتركوا في القناة مرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام نرحب بكم و بكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة شيخ محمد صالح المنجد شيخ محمد قبل الفاصل قطعنا حديثك حول مسألة مقاومة الاستمالة بالنساء و أيضا الاستمالة بالشهوات الحمد لله موضوع قطع الطمع يعني الإنسان يفطم نفسه عن المحرمات و يعتبر أن الأمر خلص فاته و لا يمكن الوصول إليه و خلص هذا محال و انتهينا مثل ما يعني حدث أن خالد وليد كتب لعمر خطاب و ضي الله عنه يعني شيخ محمد كان الحرام غير موجود يعني يعني حرام غير موجود و لا يمكن الوصول إليه خلص شيء يعني متعذر لكي يتيأس النفس يعني المقصود هو أن يؤيس نفسه من الحرام يعني أبو موسى الأشعري كان متعلق بكاتب نصراني بالشام و يرى أنه صاحب قدرات و صاحب و قال يعني كتب لعمر يستأذنوا أن بالشام كاتبا نصرانيا لا يقوم خراج الشام إلا به يعني يعرف الحساب و حاذق فيه فكتب إليه عمر يقول لا تستعمله فأعاد عليه السؤال فقال لا تستعمله قال إنا محتاجون إليه فكتب إليه عمر مات النصراني والسلام اعتبروا مات انتهينا يعني كذلك يذكر الإنسان نفسه دائما بالجنة يعني ماذا لي إذا صبرت هذه قضية مهمة ما هو التعويض النفس ما تصبر عن محبوب إلا لمحبوب أعظم أعلى فإذا يعني قال هذه جنة الله و فيها كذا و كذا ليش الله قص علينا في كتابه نعيم الجنة بالتفصيل الكؤوس بالتفصيل الأواني بالتفصيل الملابس بالتفصيل الفرش بالتفصيل يعني كل شيء حتى دقائق الأمور حتى في الحور العين و كيف شكل الحور العين ليش؟ لأن الإنسان إذا تأمل هذا الوصف في القرآن حور مقصورات في الخيام حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأنهن خيرات حسان أو خيرات حسان و إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا متحببات لأزواجهن أترابا في سن واحدة لأصحب طيب و كذلك كواعبة أترابة كواعب و المرأة الكاعب هذا التفصيل لكي يعني خلاص يغني العبد نفسه بنعيم الجنة عن حرام الدنيا كذلك يقاوم الشهرة أحياناً يكون الحرام مرتبط بشهرة مرتبط بأضواء فيقول ثواب الله خير هذه من المنزلقات حقاً شيخ محمد يعني الآن مع تعدد وسائل الإعلام مع انتشار مثلاً وسائل الاتصال أصبح مبدأ الشهرة منزلق كبير ممكن أن تميل به النفسي للحرام صحيح هذا مهم هذا الشيطان يعدهم و يونيهم و لا يزال يستميلهم بأعوانه و كذلك قضية النظر في العواقب يعني إيش عاقبة الحرام أحياناً تكون عاقبة الحرام فضيحة في الدنيا فهذا مثلاً فصل و عزل من وظيفته و هذا مثلاً قد أصيب بمرض و هذا قد حصلت له فضيحة في المجتمع و هذا فإنما يشوف الواحد إيش عاقب الحرام في الدنيا كيف مثلاً أولاده جفوه أهله تخلّوا عنه عاقبة الحرام في الدنيا إذلال سجن صحيح فإن خرص يعني كيف يسمع و غير ذلك حتى من نظرة الناس إليه تكون بنظرة ازدراء و نظرة احتقار و غير ذلك فكيف بفضيحة يوم القيامة الله مستعان لعلي شيخ محمد يعني نريد كلمة نريد توجيه للمستميلين ماذا توجه أمثال هؤلاء خصوصاً فيما يترتبوا على استمالتهم من أضراء طبعاً في ناس الشيطان دربهم في ناس الشيطان دربهم على الاستمالة فهم يحسنون كيف يسحبون الواحد كيف يغرونه كيف يخطون به خطوة خطوة للإيقاع به في النهاية ماذا يستعملون في كل مرة قضية ترى التجنيد والاستمالة يعني ومسألة المهارة في هذا الأمر نعم موجودة ترى عند طائفة من الناس يعني أعوان إبليس هم أعوان لإبليس يعرفون كيف يغرون الواحد ويجرونه ويوقعونه ولذلك يعني هؤلاء آثامهم مضاعفة صحيح لأنهم يدلون على الشر ويغرون به ويحملون عليه ويورطون فيه فعليهم أن يتقوا الله وأن يتوبوا إليه وأن يتركوا هذا وأن يعودوا عما هم فيه من غيهم وأن هذا حرام فيه حرام نعم إذن أضرار كثيرة شيخ محمد لهذه الاستمالة وإستمالة النفس إلى الحرام نريد وقفة مع أبرز ما يكون من هذه الأضرار وهي كثيرة ولا شك أما أضرار الاستمالة للحرام كثيرة يعني نشر الشر والفساد وإفساد الدين إفساد دين الناس إفساد العفة إفساد الفضيلة إفساد الأسر الضرر على العقول الضرر على الشباب وعلى الفتيات على المجتمع عموما قد يتسبب في القتل لماذا اهتم الشرع بقطع جذور الخيانة لماذا حرموا ولاة الكفار يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تصافوهم ولا تعاشروهم كم يحسن الكفار الاستمالة بالنساء كم أسقطوا من شبابنا في الخارج كم مرغوا في أوحار الرذيلة فتياتنا في الخارج وكذلك استمالوهم عبر القنوات الفضائية قنوات الجنس والدعايات والإغراءات والمكالمات والرسائل الجوال ولذلك لا يجوز إنسان أن يثق بهم ولا أن يتخذهم نصيرا ولا حليفا ولا وليا وكذلك فإن الاستمالة بالحرام مثلا لو أخذنا دفع رشوة لإدخال أغذية فاسدة دفع رشوة استمالة أحد لموافقة على إدخال أدوية منتاية الصلاحية ماذا يحصل بسبب ذلك من تسمم من أمراض من وفيات من عاهات تمرير الأدوية الفاسدة هذا في الدول العالم الثالث يعني شركات الأدوية عندها أقسام خاصة لاختراق من يوافق على هذا الإدخال من أشخاص في أماكن في مناصب اشتركوا في القناة